لكن يلا سلام نجهزي لكم اليوم عن شي جدا جميل أكثر المدن الماطرة حول العالم في يلا سلام خلونا نروح نشوف وارجع لكم إذا كنت من عشاق المطر وما تبالي بالسير تحت زخات المياه القوية أو ترغب في الحصول على عطلة مختلفة في طقس مختلف أنت مدعو لزيارة إحدى هذه المدن السياحية الغارقة تحت المياه رغم الصور المثالية التي تنشر عن جمال أشجار النخيل وروعة الشواطئ المشمسة في هاواي إلا أن الحقيقة أن هذه المنطقة من أكثر المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار طوال العام من أكثر مدن هاواي استقبالا للأمطار جزيرة هيلو التي تغرق تحت الأمطار الكثيفة لمدة 272 يوم فقط في السنة مانغالوري بالهند رغم أن مدينة مانغالوري التي تقع على الساحل الغربي للهند واحدة من أقل المدن الهندية في عدد السكان إذ لا تجاوز عدد مواطنيها نصف مليون نسمة إلا أنها تحظى بأكبر كمية من الأمطار في كل البلاد والتي تصل إلى أكثر من 11 قدم كوالا ترينغالو في ماليزيا لعشاق السياحة في دول جنوب شرق آسيا مدينة كوالا ترينغالو الماليزية تدخل أيضا ضمن المدن السياحية الأكثر تعرضا للأمطار خاصة في الفترة الزمنية ما بين نوفمبر إلى يناير في مقولة تقول عندما ينتهي المطر ننسى المظلة ولكن لا ننسى صديق المطر ويغلى سلام عنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب شوما كان فيه أي صديق صراحة وقت المطر حبيت عبارتك الختامية عنود يلا حاوله خصوصا مع الأجواء الممطرة عندنا المفروض نحن نحط في التقرير أيضا المملكة صراحة بالأمطار الغزيرة اللي شهدناها في الأيام السابقة توقع إن شاء الله رح نكون من أكثر المدن المطرة أيضا حول العالم بس أكيد اللهم اجعلها أمطار خير وبركة ورزق على الجميع ونحن أكيد مكملين معكم وبعد الفاصل نماذج طلابية ناجحة وأيضا مبتكر من جامعة الطائف حيكون معانا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر